السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا راح نحتاج الى function اخر لما نريد نجيب معلومة لشخص معين فاحنا راح نجي نعملنا function اخر ايضا public اوبس public public للperson get person حلو؟ اريد معلومة شخص واحد وهذا الشي راح اقدر اجيبه عن طريق ال id لان احنا كل معلومة راح نخلي الى id خاص بيها يعني احمد عيسى اذا خليتها اول قيمة راح يكون ال id مالتا واحد احمد عيسى راح يكون اثنين ثلاثة فاني عن طريق ال id اقدر اجلبهم فلذلك راح اتعاملوا مع ال id هنا انا function نفتح الاقواص نحتاج نفس الحالة sql database database this and انت جاي تحصل معلومة تقرأ معلومة اذا ما ينفع get writable لازم تحولها الى readable اوكي انه انت جاي تاخذ معلومة تقراها فقط ما تريد writable احنا اجي انا شنو هاي البتاع دي ها return اوكي لانه هو على اساس ال person بعد ذلك احتاج الى شيء اللي هو الكورسر هذا شنو؟ هذا فكرته مثل المؤشر مثل الماوس يعني يجي عندك مجموعة بيانات انت بخليها فيجي واحد واحد يشيكها مثل هذا الماوس اللي الان انت تحكم بيها يجي يشيكها لما يلقاها يرجع لك القيمة فهذا الفكرة من الكورسر المؤشر اجزنا على كورسر يساوي احتاج الى كوري يدخل في ال database not database سميتاني مو db dot كوري طلب الكوري هو طلب اريد اعمل في الطلب الطلب على اساس شنو؟ على اساس انه يروح لل table هذا ومن ال table هذا يجيب لي معلومات المعلومات كيف رح يجيب لي اياها؟ على شكل string of array اوكي وفي داخلها اول شي نجيب ال id اوكي dot key dot ال id حلو؟ لانا نحن عن طريق ال id رح نستدل هذا نقدر نزللي جواه اضف الى ذلك فارزة نحتاج الى name اسمه تمام؟ فارزة نحتاج اه لحظة احنا ليش هذي شي دا نسوي؟ احنا لازم يكونوا كلتهم داخل ال داخل ال ال array اوكي المجموعات ال array string اللي احنا عملنا زين ال name key id name وبعد منو عدنا last name بعد منو عدنا address هذا نزللي جواه بعد منو عدنا ال age صح؟ هذولة هاي المعلومات الموجلة في ال database جميل بعد ذلك ايش رح احتاج؟ احتاج انو احدد شنو المطلوبة انو انت من جيبت هذي المعلومات وهو انت لما تقول هذا الشي رح يجيب لك كل المعلومات الموجودة فلازم تحدد على اي اساس انت تريده انا اريده على اساس ال id اللي رح انطيك اياه هنانا فاذا هنانا لازم نطيله شنو؟ معلومة عن البيانات اللي اريده للشخص المعين فاقول لها يوتلز انت تستدله عن طريق مفتاحة ال key كل واحد عندها اي دي خاص مالتا فال اي دي وهذا ال اي دي اهنا تيجي تعمل لك سترينغ وتقول لها عندما يساوي عندما يساوي تجلب هاي المعلومات عندما يساوي هذا ال اي دي مع هذا ال اي دي اوكي بهذه الصورة ايضا هذا الو نيجي هذا ال selection لاحظوا واتمات كين انطاقية selection نيجي هنا انا نعمل فارزة نحتاج نعين new ايضا string string of array yes string of array نفتح قواس المجموعة string dot value of id لان ال id اللي يجينا هو integer فنحولها الى string باقي المتغيرات راح تكون null اللي هو grouped by ماحتاجه null ايضا null اللي هو having ايضا هذا جماعة ال database طبعا يعرفونا order by null that's it 4 null محتاج 3 null تمام 3 null احنا محتاجين and plus اتصور في عدنا null اخر لل limit اوكي هما نقدر نعمل للنول طيب احنا هنا عدنا نحتاج الى return اذا عندك معلومة اذا انت cursor f ما كانت تساوي null معنات انت وجدت وجدت قيمة تمام هذا ليه صار عندي اثنين اقواس cut هذا اجيبه هنا اوكي معنات انت عندك قيمة قدرت تجيب قيمة من ال database فبهالحالة cursor dot move to first move to first اوكي فارزة منقطة واجي على اساس ال person اجي اعمل لا object person يساوي new person هذا الموديل وهذا الموديل لاحظ هو يقول لي اريد من عندك ال id والage والname والlast name والaddress وخلافه من امور فشو راح اعملها اجي اقول لا ال id هو integer والage هم هو integer فاجي اقول لا integer dot ايه في عدنا parse 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 in it لستring من هو cursor ليش مظهر اه يو لانه اوكي cursor dot get string zero اوكي هذا column index طبعا get string zero and الثانية راح يكون هذا بياش شكرا حتى يكون واضح لكم هذا خلي اخفيها طيب الثاني شو راح يكون 1 2 3 هذا قصده منه قصده ال index اللي هنانا 1 2 3 4 فانت ال id هو ال index الاول اللي هو zero راح يعتبره بلغة الكمبيوتر من الصفر تبدأ بلغة الانسان احنا نقول 1 2 3 4 بس بالكمبيوتر يعتبره صفر فتيجي هنا تشوف لاحظ ال index مالتع equal to 0 بعد ذلك اش تحتاج طبعا كلهم cursor get بس فقط ال index راح يختلف هنا هنا ف 1 2 3 مثلا زين انت شم واحد عندك عندك من جاي تخلق ال table لاحظ عندك ال id عندك ال name 2 3 4 5 صح؟ خمسة عناصر انت عندك منا انا هميقير نشوفها فهذا راح يكون اوو دنطيني مجال اصلح لك يا والله 1 2 3 4 1 2 2 3 4 بس عندك شنو احنا نعرف انه في الموديل انت عندك ال age هو integer اوكي احنا بالداتابيز احنا عدنا 1 لاحظ شوف يقولك هذا انتجر ال age انتجر ما يصر تخليها string اليو الثاني واحدة احنا المشكلة عدنا ال age لاحظ عدنا بال create table ال age خلينا اخر واحدة فنقدار انه هنانا ناخذة حلو ونخلي او او هذا هو اصلا هنا اصلا يعني متغير بس تقدر هذا مثلا هذا تاخذ مننا cut وتضعها اخر واحدة فهنانا عندك الموديل ما راح يشتكي بعد بس اخر قيمة اخر قيمة اعمل له integer parse in it لانه انت خليت ال age هنا اوكي فكل شي راح يمشي طبيعي اوكي يبقى عندك بس اهنان انت تضع ل اوه فارزة منقطة حلو هذا العلاقة بال if اوكي هذا العلاقة بال function بالكامل جميل هذا في حال اذا كان انت عندك بيانات اوكي اوكي فيحتاج ايضا انه انت لما تجي تعمل له if هاي المعلومات مرجع لك هي يبقى انه تعمل له return المن لل person اوكي تعمل له return لل person اوه عدنا اوه 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 نقدر نعمل شي إذا شنا الأقواس مالت الأف Excellent تقدر تشيل الأقواس مالت الأف حتى ما يعمل لك أي مشكلة مع الReturn ليش؟ لأن الأقواس مالت الأف راح تمنعك راح تمنع الReturn إنه يشوفه الفنكشن فتقدر تعمل مسح لأقواس الأف فهنانا الReturn راح يشوفه الفنكشن لأن الأقواس الأف هي بلوغ فما راح يخلي أي شي في داخل الأف يطلع خارج الأقواس فإذا شلناهم ما راح يعترض تمام هنا بالحالة راح نقدر نحصل على معلومة أي شخص معين يعني إحنا في عدنا نقدر نعرض كل الناس ونقدر لا شخص واحد أريد أطلع معلومات أريد أشوف معلومات هذا يفيدني نوقف هنا نكمل درس القادم مع السلامة